السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف الثالث الهداجي مدرس بدر تايجرز الخاصة أهلا بكم معكم ساماني مدرسة دراسات الاجتماعية بالمدرسة النهاردة بإذن الله يا شباب هنتكلم عن نشاط الزراعي وموارده في العالم في البداية كده عايزين نعرف أهمية الزراعة الزراعة مهمة لأنها بتوفر الغذاء والمواد الخام أيضا يرتبط هذا النشاط بتربية الحيوان الزراعة نوعين بسيطة ومتقدمة البسيطة بتقوم في المناطق الحارة عند خط الاستواء على هوامش حشائش السفنة والغابات الاستوائية طبعا هنا الهدف منها سد حاجة السكان وبستخدم فيها مواد بدائية بتتميز أيضا بديك المساحة المزروعة وتباعدها وبتقوم موجودة في مناطق منعزلة الهدف منها أيضا توفير احتياج السكان أهم محاصلها اليام والكسافة والزراف هاجي أتكلم على الزراعة المتقدمة اللي هي بتنقسم إلى كسيفة وواسعة الزراعة الكسيفة هي زراعة الأرض أكثر من مرة في العام بسد حاجة السكان والهدف منها طبعا أيضا لاستهلاك المحلي بتكون موجودة في المناطق الحارة والمعتدلة طبعا هنا زراعة الكسيفة بتكون تحتاج أيدي عاملة كثيرة وبيصع فيها استخدام الميكنة لأيدي العاملة للبزر وتنقية الأرض من الحشائش طبعا بيصع باستخدام الميكنة بسبب صعوبة أو بسبب ديك المساحة المزروعة طبعا الزراعة الكسيفة هنا أهم محاصلها القمح والأرز والقطن هاجة أتكلم على الزراعة التجارية أو الزراعة الواسعة بتكون موجودة في بعض قرارات العالم كالولايات المتحدة وجنوب شرق أسيا وأوروبا طبعا بتهدف إلى التخصص في محصول واحد والهدف منها أيضا الإنتاج التجاري الضخم وبيستخدم فيها الآلات الحديثة مما أدى إلى كل التكلفة وكل الاعتماد على الأيدي العاملة لما هاجة أتكلم بها على الموارد الزراعية في العالم أول موارد زراعي عندي محاصيل غذائية الحبوب عندي القمح والأرز والزرع محاصيل سكرية قصب السكر والبنجر ألياف كتن وكتان وجود ومحاصيل ذات طبيعة خاصة اللي هي طبعا بتدخل في التجارة الدولية زي المطاط والشاي والبن لما أجي أتكلم على القمح اللي هو طبعا بيعتبر غذاء رئيسي لسكان العالم لأنه يصنع منه الخبز والمكارونة والحلويات أكبر قارات العالم في إنتاج القمح قارة أسيا دخل معينا بأول دولتين الصين والهند تاني قارة عندي بتنتج أمحي قارة أمريكا الشمالية دخل معي بالمركز الثالث الولايات المتحدة تاني محصولة أتكلم عنه هو الزراع الزراع بيستخدم كغذاء مباشر وغير مباشر للكائنات الحية طبعا معظم الإنتاج هنا بيستخدم كعلف الحيوانات والباقي بيصدر للخارب أمريكا الشمالية بتستحوز على إنتاج الزرا وأولى الدول في إنتاج الزرا هي الولايات المتحدة أما قصب السكر فهو من المحاصيل الأساسية لإنتاج السكر وهو محصول مداري هام بتنتجه جميع القارات مع عدى قارة أوروبا بسبب عدم ملاءمة الظروف المناخية فيها المركز الأول في إنتاج القصب البرازيل أجي أتكلم على البنجر هو المحصول الثاني لإنتاج السكر طبعا البنجر بيزرع في مناطق معتدلة لما يجي أتكلم على الإنتاج هلا أن أوروبا بتتصدر إنتاج البنجر في العالم دخل معي بفرنسا تاني قارة بتنتج بنجر هي أمريكا الشمالية دخل معي طبعا بالولايات المتحدة بيزرع أيضا البنجر في قارة أفريقيا بمصر إنتاج طبعا السكر المركز الأول في إنتاج السكر برازيل وده طبيعي جدا لأنه أيضا بتستحوز على المركز الأول في القصب لما يجي أتكلم على القطن هنا محصول مداري مهم جدا لإنتاج الخيوط بيدخل في صناعة الملابس والمنسوجات وبستخرج منه زيد بذرة القطن والعلف طبعا الإنتاج هنا عندي المركز الأول قارة أسي بتنتج تلتين إنتاج القطن في العالم دخل معي طبعا بدولة الصين والهند أما المركز الثاني أمريكا الشمالية دخل معي طبعا بالولايات المتحدة المركز الثالث أمريكا الجنوبية والرابع أفريقيا بيتزرع القطن في أفريقيا في مصر والسودان القطن بتاعهم جيد جدا وطويل الطيلة وناصع البيض هاي نتكلم بقى على المطاط الطبيعي اللي هو بيعتبر من المحاصيل ذات طبيعة خاصة محصول استوائي طبعا بيستخرج من عصارة شجرة استوائية وبيصنع منه إطارات السيارات المركز الأول في إنتاج المطاط قارة أسيا طبعا أولى دول العالم في إنتاج المطاط تايلاند لما يجي أتكلم على الشاي هو نبات دائمة الخضرة أول مرة ظهر كان في شرق أسيا طبعا هنا الشاي بيحتاج إلى تربة خفيفة ومناخ حار وهواء رطب ومطر غزير أكبر دول العالم في الإنتاج هي دولة الصين درس النهاردة خلص والمرة جاية بإذن الله نتكلم عن الرعي والإنتاج الحيوان لنا لقاء والسلام عليكم ورحمة الله